اشتركوا في القناة فيروس كورونا وأشهد صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالجهود الكبيرة التي عكست الحرص الذي توليه المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده ومساعيها المباركة لخدمة ضيوف الرحمن وفق إجراءات احترازية وتدابير وقائية ساهمت في تحقيق أعلى معايير السلامة وتوفير أقصى درجات الراحة والعناية بصحة حجاج بيت الله الحرام داعيا سموه المولى القدير أن يتقبل من حجاج بيت الله الحرام أعمالهم وطاعاتهم وأن يمن عليهم بالأجر والمغفرة وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على المملكة العربية السعودية وشعبها الشقيق بالمزيد من التقدم والنماء والرخاء في ظل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين حفظه الله وعلى الأمتين العربية والإسلامية بوافر اليمن والبركات وأن يرفع هذه الجائحة عن بلاد المسلمين والبشرية جمعاء ويسبق على عباده نعمة الصحة والعافية كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ببرقيتين تهنئة مماثلتين إلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود حفظه الله ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في المملكة العربية السعودية الشقيقة وإلى أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز آل سعود حافظه الله مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية في المملكة العربية السعودية الشقيقة